على مستوى جمعية الإصلاح والإرشاد الحاضر معي في السوديو أولمبيك سيد الكريم شكرا لقبولكم الدواء عيدكم مبارك سعيد السلام عليكم عيدكم مبارك سيد طارق عيد مبارك لكل مجمع النهار عيد مبارك لكل الجزائريين وعيد مبارك كذلك لكل الإعلاميين الجزائريين في اليوم العالمي الصحافة والسنة جاءنا عيدين في عيد واحد فبهذه المناسبة نقدم تهنينا لكل الصحفيين وكل الإعلاميين الجزائريين نتمنى إن شاء الله أن يعطى للإعلام في الجزائر مسحة أكثر وفسحة أكثر حتى يكون إعلاما إن شاء الله كما راه ويكون أفضل بي منه إن شاء الله كما نتمنى في البداية أستاذ محمد قاضي مكلم بالعالم المستوى الجمعية الإصلاح والإرشاد هذه السنة كان لعديد الجمعيات في الجزائر وحتى لفعالية الخير سواء منضوين تحت إطار جمعية أو فرادة فكان العمل الخيري كان في أوجه صحة تعبير خاصة هذا الشهر في شهر رمضان المبارك مقارنة بالسنوات الماضية طبعا بسبب جائحة الكوفيد يوم بدرت الخيرية كان في صحة تعبير تنافس في شهر رمضان وأنتم كجمعية إصلاح والإرشاد أيضا كان لكم دور فعال في هذا الشهر الفشار الفضيل خلاصة صحة تعبير لأهم المحطات بارك الله فيك أستاذ نحن في جمعية الأرشاد الإصلاح الجزائر تعرف أنه لدينا مشاريع نعمل في الجانب الاجتماعي بين المجالات التي تعمل فيها الجمعية في المجال الاجتماعي لدينا دليل وطني للشؤون الاجتماعية فيه هو ليسير العمل في الجمعية في المجال الاجتماعي فيه عندنا مشاريع ما هو مشاريع دائمة على طول سنة وفيه مشاريع أخرى هي مشاريع مناسباتي ومنها مشاريع رمضان هذه السنة كانت جمعية الأشهر بالإصلاح الجزائرية أطلقت حملة سميناها حملة تراحم تحت شعار بعطائكم يكتمل الخير نحن كل سنة تكون فيها هذه الحملة وتكون تحمل شعار هذه السنة حبينا يكون شعارها بعطائكم يكتمل الخير بعطاء الجزائريين بعطاء المحسنين بعطاء أهل الدعم أهل الإسناد بعطاء الشباب اللي دايما يكونوا في الصفوف الأولى يكتمل خيرنا وخيرهم الجزائريين كانت مشاريعنا مقسمة إلى كل السلة الغذائية وجبات الإفطار المطاعم الرحمة سنة الختان الوجبات السريعة التي تقدم على الطرقات وختمها كانت حفلات الإفطار على شرف الأيتام هذه الحفلات التي هذه السنة كانت خذت طابع خاص نوعا ما هو أننا احتفلنا بالتنسيق مع منظمة تعاون الإسلامي بيوم اليتين في العالم الإسلامي كانت الحمد لله عز وجل كل يوم الخامس عشر من شهر رمضان من كل سنة هذه السنة كانت منظمة التعاون الإسلامي كانت قدمت نماذج عن كفاءة الأيتام في العالم الإسلامي والعالم العربي والحمد لله كانت تجربة جمعية الأشهر للإصلاح الجزائرية من بين ثلاث تجارب التي عرضت في هذا اليوم وهذا يدل على أن الجزائر الحمد لله عز وجل خطت خطوة متقدمة في عمل المجتمع المدني خاصة من كورونا من الأزمة كوفيد إلى الآن حقيقة كان فيه ناشاط من قبل الجمعيات كان فيه حامل على الميدان لكن بالطريقة بعد كوفيد شفنا أن هناك تكتلات شفنا أن هناك أعمال تنسيق بين الجمعيات هذا ما كنا ندعو ليه من قبل الحمد لله كجمعيات وطنية كنا ندعو أنه لازم يكون هناك تشابك بيننا وبين جمعيات أخرى والحمد لله هذا الجسد على أرض الميدان بالتكتل الوطني لتضامن الإغاثة والحمد لله العمل في الجزائر الآن أنا أرى أنه يحتاج هو حقيقة يحتاج دعم أكثر ويحتاج تكويين ويحتاج كذلك تنسيق لكن مقارنة بالماضي الآن العمل تعلج جمعيات الحمد لله أفضل من مكان أنه اليوم توافقني الرأي لأنه مؤسسة المجتمع المدني اليوم باختلاف تخصصاتها تخصصاتها لأنه اليوم أصبحت مجبرة على أداء أدوار فعالة وقيادية في المجتمع الجزائري بالنظر لمختلف الظروف التي أصبحت لفرضة نفسها علينا اليوم في الجزائر وفي مختلف دول العالم أيضا فما تشوش بأنه اليوم مؤسسة المجتمع المدني أصبح دورها فعال ويجب أن تقدم لأن تقدم كل ما لديها من أجل خدمة خاصة المحتاج والمسكين في هكذا مناسبات أيضا نعم ونخلني أقول لك في الغرب تسمى القوى الحية القوى الحية مع أنتها هي التي تدعم وتساند المنظمات الدول والأنظمة على أنها تدعم دولها وأنها تقويها لو نروح نشوف تجارب في الغرب أو حتى تجارب قريبة مننا شوفوا أنه دور المجتمع المدني هو دور مش فقط يعني هو يكمل عمل الدولة من جهة هو كذلك يقوم بعمل اشتراك يعني نحن كنا ندعو إلى الديمقراطية التشاركية وهذه ما راهي ماشي إن شاء الله بعيدا عن الصورة النمطية اللي سادت في الماضي على دور الجمعيات والمجتمع المدني باحترام الجمعيات نحن كنا نشوفه في وقت مضى الجمعيات هي عبارة عن شخص عنده محفظة فيها ختم وهذاك هي الجمعية لكن الحمد لله هذا كل وقت كانت جمعية أرشب الإصلاح الجزائرية وعديد الجمعيات الوطنية تناظل من أجه هذا الأمر والحمد لله نحن الآن رأنا في مراحل متقدمة منه فأحنا الآن كجمعية أرشب الإصلاح أو كجمعية وطنية ندعم هذا المصار ندعمه مصار تكوين مصار تعامل المشترك عمل اللي يكون فيه تنسيق بيننا وبين المجتمع المدني وبين السلطات كذلك جميل فيما يخص عيد الفطر المبارك كيف هو البرنامج برنامج جمعية الإصلاح والإرشاد برنامجنا الخاص بعد الفطر قلت لك احنا بديناه مع كسوة العيد تعال أطفال الأيتام وكذلك الفقراء وانطلقنا بعدها والآن كانت فيه توزيع كذلك علب الحلوة على العائلات المحتاجة والعائلات الفقيرة وكذلك على ضيوف الجزائر اللاجئين اللي رام هنا في الجزائر العرب والأفارقة بالإضافة إلى ذلك شبابنا اليوم وبالأمس كانوا يمشاول للمستشفيات في مختلف ولاية الوطن قدموا الهدايا اللي راهم مزالهم في المستشفيات الأطفال والمرضى وإن شاء الله من هذا الباب نسأل الله عز وجل أن يشفي جميع المرضى الجزائرية ومن جميع المرضى إن شاء الله يخرج إن شاء الله من مستشفيات سالمين بإذن الله بإذن الله تحدثنا قبل قليل مع فضيلة الشيخ عبد الكريم بقول على نقطة مهمة متعلقة بالثبات على الطاعات بعد شهر رمضان المبارك وبعد عيد الفطر وهذا الفطر أيضا أنتم اليوم كجمعيات خيرية خاصة ناشطة في المجال الخيري في المجال التطوعي ومساعدة المحتاجين ومساعدة المساكين وعائلات المؤوزة أيضا اليوم ثباتكم أيضا على العمل الخيري أنه فيه تكاتف كبير للجهود خلال شهر رمضان وخلال شهر العيد لكن بعد شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك أيضا قد تقل للنشاطات نشاطات هذه الجمعية الخيرية لكن ما قولكم اليوم لأنه يجب أن تتضاعف حتى بعد عيد الفطر المبارك وبعد شهر رمضان المبارك أيضا تقل لمن يعمل فقط في المناسبات أما الجمعيات التي عندها خطبها وعندها برامجها وعندها يعني تتير بخطة استراتيجية نحن للجمعيات الإرسل والإصلاح الجزائرية تتير عبرها خطة استراتيجية عمرها مش رمضان وعمرها مش عيد الفطر أو عيد الأضحاء أو مناسبة وعقب وإنما عمرها طويل هذه الجمعية تعمل بس مجالات استراتيجية كبرى في المجالات هذه نحن أحطين برامج وحطين أهداف يجب علينا أن ننفذها وأن نقوم بها من بين هذه الأهداف هو محطة شهر رمضان لما نقلم عن برنامجنا لسنة 2022 هو برنامج واسع فيه عشرات الأهداف اللي يجب علينا أن ننفذها على أرض الميدان محطة رمضان هي محطة من المحطات اللي نقوم بها ننفذ فيها برنامجنا وننطلق إلى البرامج الأخرى أنا اليوم لو نتكلم مثلا على مشاريعنا المستقبلية بعد عيد الفطر عدنا عديد المشاريع عدنا أول شيء هو المشاريع الدائمة اللي هي كفاءة الأيتام كفاءة الأسر المحتاجة رعاية الأسر المنتجة كذلك ترمين منازل المنازل اللي شفوها شبابنا وشفتها كذلك نسائنا لما كانوا يوزعوا في السلة الغذائية في القرى والمداشر والجزائر العميقة والجزائر ومناطق الظل فيها نحن تعرف أنه في عن حملة تعشيتها دافئ وعندنا هذه الحملة تعجز الرمضان الشبابنا ونساء الجمعية ينزلون للقرأة أو المداشر عفون ويخدموا يعني يشوفوا العائلات كيف راهي فكين عديد الحالات اللي نشوفوها أنها تحتاج إلى مساعدة وتحتاج إلى أنه ترمم لها بيتها أو هي كين فيها أسرات تحتاج إلى يعني رعاية أخرى تحتاج إلى مثلا فتاة محتاجة أنها تتزوج يعني نساء أنها يساعدوها وغير ذلك من برامج فجمعية الأشخاص للإصلاح الجزائرية مشاريحها متواصلة على 365 ساة يوم و24 ساة على 24 ساة جميل إذن يمكن القول اليوم بأن مؤسسة البجتمع المدني دورها دورها فعال ودورها رياد في نقطة مهمة في مساعدة المهتاج والمسكين خاصة في هكذا مواسم وعلى مدار وعلى مدار السنة تحدث على نقطة مهمة قضية أن البرنامج مسطر يجب الوصول إلى أهدافه طيلة طيلة السنة وهذا تحدثنا يجب الابتعاد عن النظر النمطية اللي كانت سيدة في السابق على دور مؤسسات وفعالية المجتمع المدني اليوم حتى صناع القرار في البلاد تفطنوا لهذه النقطة المهمة وأدركوا بأنه يجب أن نقدم للمجتمع المدني الدعم اللازم فعال حتى اليوم تسمية أصبح يسمى مؤسسات المجتمع المدني لأنه أصبح دورها فعال في مساعدة المؤسسات الرسمية في البلاد من جهة ومساعدة أيضا المحتاج ومساعدة المجتمع في مختلف متطلبات حياته من جهة أخرى ما قولك نعم نحن قلت لك نعود نرجع لك بسنتين إلى الخلف دائما الآن أصبحت جائحة كورونا هي نموذج للعمل في المجتمع المدني نموذج للعمل الخيري في الجزائر شفنا أنه عديد الدول المجتمع المدني التحى والقوى التوحى رجعت للخلف شفنا في الجزائر العكس شفنا أنه مع الجيش الأبيض ومع الصحافة كان هناك المجتمع المدني اللي كان يقدم في المساعدات كان كذلك في الميدان في الصف الأول مع اللي كانوا في المجابهة هذا الوباء الدولة الجزائرية تفطنت لهذا الأمر وبدأت في العمل تنظيم المجتمع المدني تأسيس المرصد الوطني للمجتمع المدني هذه خطوة نحن نباركها وندعو أن هذا المرصد يكون يعكس الصورة الحقيقية للمجتمع المدني الجزائري كذلك القانون الجمعية الذي سيناقش بعد أيام القانون الجديد كذلك ندعو أنه يكون هناك حقيقة تقديم الاختراحات من طرف النشطاء الحقيقيين الفاعلين في المجتمع المدني حتى يكون هناك قانون يفتح المجال للعمل أكثر كما تكلمنا في البداية وقلنا إن شاء الله ندعو أنه يكون هناك مجال أفضل وأوسع للصحفة كذلك يكون هناك مجال أوسع وأفضل للمجتمع المدني حتى يطوره وحتى يبدعه في العمل أنا له مع القانون هذا الـ 12-06 الذي عملوا به يعني الناس التي تخدم في الميدان تعرف أنه يضيق على الجمعيات وكان فيه عديد نقاط التي لا يسمح لك أنك تبدع في العمل الخيري لكن إن شاء الله في القانون الجديد يكون هناك قوانين ويكون هناك مساحة أفضل وأوسع للعمل هذا ما يخلي الجمعيات تعملوا في الميدان بطريقة أفضل تخليها تبدع في العمل تحها تخليها كذلك تقدم الأفضل والأجود للجزائر والمجتمع هذا ما نتمنى طبعا ونشكرك شكرا جزيلا الأستاذ محمد قاضي المكلف بالعلامة مستوى جمعية الإصلاح والإرشاد يوجدك معنا صبيح حتى اليوم أتمنى لك مرة تانية عيد مبارك سعيد كلمة خيرا مبارك الله فيكم وشكرا لكم على هذه الاستثفاء عيد مبارك لكل شعب الجزائري عيد مبارك لإخواننا في فلسطين إخواننا في القدس الشريف ما تكلمنا ممكن على مشاريع الجمعية في الخارج كان هناك عديد البصمات في فلسطين في غزة وفي القدس وفي الضفة كانت لدينا كذلك مشاريع في الصحر الغربية في نيجيريا في التشات مع إخواننا في لبنان مع إخواننا في مخيمة الروهينغا فخير الجمعية وخير الجزائري الحمد لله داخل وخارج الوطن عيد مبارك لكل أمة الإسلامية عيد مبارك لعائلتي الصغيرة والكبيرة وكل عام تمام خير إن شاء الله نشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد